بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله كالعادة بنجب على سؤالنا اللي حطنا على صفحة الفيسبوك كان السؤال بيقول ايه دوانا النهاردة برند من عيلة تكره الدهن يا بوي اما بزيادة عندنا في المثل بنقول كله عند العرب صبون احذر يا حبيب قلبي تقول كله استاتن يا بلغيون استاتن في السودالية سبع اشكال ومن القوة على الضار تلات اقسام القليل والوسط والعالي ركز معي يا غالي سؤالنا كالتالي لقلب متقسطر لقلب ايه متقسطر يعني اعمله اسطر تفتكر من اشطر ذكور اربعين ولا كريستور عشرين يا جميل طبعا الاجابة هنا هتكون كريستور عشرين كريستور عشرين اقوى من الزكور اربعين ايه طب همالي اللي بتقول اللي حطناه فوق ده هنجيله تاني احنا عايزين نفهم الموضوع كده واحدة واحدة شايفين في الصورة كده ده للتبسيط دلوقتي عندنا القصة من اولها كده هناخدها من تحت الفوق الراجل ده عامل اسطرة في القلب عامل اسطرة ليه مش شغلانتنا دلوقتي المهم هو ده عامل اسطرة تمام اللي عامل اسطرة ده لازم يمشي على لسة ادوية من ضمنها حاجة عشان الكوليسترول يبا لازم تنزل الكوليسترول من باب الوقاية عشان ما تحصلوش جلطات بعد كده يبا هنا بياخد دول الكوليسترول ويكون عالي التأثير بغض النظر عن الكوليسترول عنده كام والحطة لات في منتجه الاهمية يا اخوان شان لما حد يجيلك السادلية ويقول لك والله يا دكتور ارالي التحليل ده لقيت ان الكوليسترول مثلا اللي هو لما نقصد بهنا الكوليسترول كان ل一個 كده ادار اللي هو الدال يقول لك والله يا دكتور ارالي التحليل ده تبص على LDL السبعين تمانين مسلا يعني في المعدل اهو سبعين. او المفروض يكون التارجت اللي احنا نتمنىها لواحد زي كده يكون سبعين. تيجي تبص حضرتك تلاقي ايه? سبعين. تقول له يا اخي انت بتاخد انت بتاخد كم دول الكوليسترول? اقول لك يا والله انا بياخد مسلا كوليسترول عشرين ملي. تقول له يا اخي كتير. اخد عشرة ملي. دي كارسة. طيب. او يا سيدي بتاخد اتور كم ملي? اربعين. لا اخد عشرين. دي كارسة. تمام كده? هنجي بقى للموضوع ده بالتحديد. يبقى الادوية اللي بتنزل الكوليسترول ماشى عندنا في الصادلية سبع اشكال. اه عندنا سبع ادوية يعني. عندنا الدواء احنا لما احنتكلم هنا كدواء بنتكلم على الايه? على المادة العلمية. تمام? طبعا ليها اسمها تجارية كتير. المادة العلمية هنا عندنا فيه اروزيو باستاطين اللي هو الكريستور وده الباشا بتاحهم. وعندنا اتور باستاطين برضو باشا بس التركيزات عالية شوية. وعندنا اه ده اقدمهم. تمام كده? هو عندنا اربعة تنين يعني اه معروفين نرجع لهم بعدين. او في اي وقت معروفين يعني. اللي هو عندك اللي سيكول وفلوفاستاطين وكزا حاجة تانية. المهم دلوقتي دول كده اشهر تلاتة هم. ايه قصة الادوية احنا? اتفاقنا دلوقتي عندنا سبع ادوية وعندنا تلات اقسام. يعني ايه? الدواء بتأثيره على ال ال دي ال. يعني بنزل ال ال دي ال بنسبة كم في المية? الدواء اللي حينزل ال ال دي ال بنسبة تلاتين في المية فما اقل ده بنسميه كده لو. ورمزنا له هنا بالعجلة هو. العجلة مهما تمشي بسرعة اخيرها كاربعين خمسين كيلو. تمام كده? يبا هي دي اقصاها. لا يمكن ان هي هتبقى بسرعة الفيسبة بعد كده. طيب الفيسبة اقولنا ديات مودرت. بمعنى ايه? ان الدواء اللي حينزل الكوليسترول بنسبة اكتر من تلاتين في المية واقل من خمسين في المية. تمام كده? ده بنسميه مودرت. ورمزنا له هنا بالفيسبة. الفيسبة برضو اسرع من العجلة. بس طبعا اقل من نين? اقل من العربية. العربية بنقول هي كده اللي هي بتنزل ال دي ال بنسبة من خمسين في المية في ما فوق. الكلام ده طبعا في منتعة الاهمية. الامثلة بتاعتنا مثلا زي الزكور اللي هو بتركيز عشرة ملي جرام. طب لو تركيز عشرين ملي ممكن يبقى مودرت. تمام كده? انما ممكن يوصل هاي ابدا. علشان كده لما اخترنا الدواء بتاعنا في الحالة اللي قدامنا اخترنا مين? اخترنا كريستور. لان الزكور لا يمكن اللي هي مادة لا يمكن باي شكل من الاشكال توصل لوحدها. توصل لوحدها كده لايه? اللي هي تبقى ممكن مع مين بقى يوصلها لكده? اللي هو ممكن يتحط الازيتمب مع مع السنفستاتن يوصل كده بس بس هو السنفستاتن اللي هو واحده لا يمكن يصل الى ان هو يكون آآ الكلام ده يا جماعة والله في منتهى الاهمية عشان لما ديجي الصغادلية واحد يقول لك الدنيا او كله لا الكلام هنا ليه لكل واحد بيقول بنزل ال ال دي ال بنسبة كام? وفي حد بالنسبة ان هنا عامل اسطرة اللي بنسميه كده آآ يعني عنده مشاكل بنسبة تصلب الشرايين والكلام ده بنسميه كده كان مصطلح يعني وهو وحاجات تانية النما المهم يعني الكلام ده بغض النظر عن عن ال ال دي اللي عنده كام? تمام كده? طيب احنا ليه هنا حطينا اللي بيطول اربعين? آآ اخذ بالحضرتك. مسلا حد جاي لك الصغادلية. وبقول لك والله انت خلاص الدكتور مقرر لين هو هياخد كريستور عشرين. وانت ما عندكش. طبعا ماشي هتدي له الزكور اربعين. طيب عندك مادة الاتور فاستاتين. ممكن هنا بس هتدي بتركيز كان بقى اربعين ملي جرام. يبقى الكريستور كانت عشرين ملي. المكافئ ليه عشان تبقى هاي دينس للحالة بتاعتنا دي. هاي انتينس تستاتن. لا تبقى كام لبيتور اربعين ملي جرام. طيب اه نكمل كده في تفصيلة بسيطة. نفترض ان الراجل ده مسلا مع الكلام ده وعنده جرسومة معدة. الدكتور بتاع الجهاز الهضمي قرر ان هو يكتب له البرتوكول بتاع جرسومة المعدة وكان منه كلياريس رومايسن. ايه الحل بقى هنا? لو هو دلوقتي هياخد ليبتور لازم تقلل الجرعة من اربعين ملي الى عشرين ملي. ايه السبب? ان الكلياريس رومايسن هيزود تركيز الليبتور في الدم. فممكن دلوقتي يكون عنده مضاعفات اكتر. اكتر المضاعفات ايه بقى هنا? حاجتين. على الكبد وعلى المصل العضلات. خلاص كده? والموضوع المصل ده مشكلة لانه احيانا بيعمل كده بحاجة بنسميه كده مايوباسي. اللي هو ايه? ضمور في العضلات. يبقى اي حد بالنسبة لانه دلوقتي بيكون خايفين من الكلام ده انه هيزيد تركيزه في الدم يكون مشكلة على الكبد. خلاص? واساسا لو هو في الاصل يعني. لو هو مريض كبد بنسميه سيفير. سيفيرا. الدكتور منكم ما يكتلوش اصلا استكد. اه موضوع الميوثي اللي هو بيحصل بس ان الدكتور ممكن يريح لي ومين ولا حاجة ويرجع تاني للدول. انما بالنسبة لو حد ماشي على اه الدكتور لسه هيكتب له اه بروتوكول اه جرسومة معدى وفيه لازم ساعتها ايه ان ينبه عن الموضوع ده. الجرعة القصوة. بعد المكان هياخد الاربعين ملي بياخد الاربعين ملي او ياخد الكريستور عادي. الكريستور مش لازم هنا تدوز اجستنين تانية بياخد ازاي ما هي. او لو هو عايز يخلل لبتول اربعين بس ممكن الدكتور يغير لبرتوكول بتاع الجرسومة المادة ما يكونش فيه نقطة تانية برضو. لو المريض ده مسلا اه عنده فانجل انفكشن لاي سانية من اسمها عنده تانية مسلا. طبعا كده بيفتش في جسمه كده لقى عنده تانية. راح للدكتور بتاع الجلدية قال له والله انت اخد الدواء دافلو كنازول او اترا كنازول. اللي هو تركون او دفلو كان مثلا يعني. ايه الحل هنا? لا المفروض الجرعة هنا لازم تنزل بقى. لازم تنزل يعني اللي اتراكون احنا عارفين هو تركيزه ميت ملي وخمسين ملي الجرعة هنا ياخد اشرين ملي بس. طب هتبقى اشرين ملي ازاي? ممكن يفقد يوم بعد يوم. او برضو لو خاد الدواء لو كريستور مفيش ليه تفاولات في الموضوع ده. طب قبل ما نختم بس اه هو اه اهم تلت حاجات اه نقول كده بالنسبة او ممنوعة لاستخدام بالنسبة الاستاتن بشكل عام يعني الحامل ممنوع ان هي تاخد استاتن خالص. ليه? الاستاتن ده يعني الفكرة بتاعته ان هو بيمنع تكوين الكوليسترول. طب ما هو مفيش اصطى خلية بتتكون في جسمنا من جور الكوليسترول. يدخل في بناء الخلايا. هو اللي بيعمل اللي هو السلمي برين بتاعنا. جدرال الخلية. تمام كده? مع البروتين والايه? والكربوهادريت. تمام كده? يبقى ما ينفعش خالص لوحد الحامل. ما ينفعش طبعا زي ما اتهمنا لحد عنده ضمور في العضلات. ما ينفعش لحد عنده مشاكل في الكبد. دول كده يعني باختصار اه كانت اهم التركات بالنسبة لنا النهاردة في موضوع اه الاستاتن هنا. ان شاء الله نتقابل في الفيديو بكرة على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة